اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مقتل عدد من كبار قيادات الميليشيا واسر اخر في جبهة البقع شمال شرق محافظة صعدة مصرع عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادات في جبهة بيحان بمحافظة شبوة اهلا بكم الى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لرئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك هنأه فيها بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للمجلس وقال رئيس الجمهورية في البرقية يطيب لي باسمي وباسم حكومتي وشعب الجمهورية اليمنية ان اعبر لكم عن اجمل التهاني واطيب التبركات بهذه المناسبة متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التقدم دانت الجمهورية اليمنية الهجوم الارهابي الذي استهدف سوقا في مدينة باراشينار شمال غرب باكستان على الحدود مع افغانستان ما ادى الى صغوط عدد من القتل والجرحة واكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي ان مثل هذه الاعمال الارهابية التي تستهدف الابرياء لا تمت بصلة لدين الاسلام الحنيف وتتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الاخلاقية والانسانية وجدد البيان موقف اليمن الرافض للعنف والارهابي بكافة اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته مؤكدا تضامن جمهورية اليمنية الكامل مع حكومة باكستان الشغيغة في مواجهة الجماعات الارهابية ومحاربة الافكار المتطرفة وفي كل ما تتخذه من اجراءات امنية من اجل الحفاظ على امنها واستقرارها ودع البيان المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود ومحاربة العناصر الارهابية ومكافحة مصادر تمويلها والجهات التي تقف خلفها حتى تنعم كافة شعوب العالم بالامن والاستغرار والطمانينة واعربت وزارة الخارجية عن احر التعازي وصادغ المواساة الى حكومة وشعب باكستان واسر واقارب الضحايا متمنيتا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين دعا وزير الادارة المحلية رئيس اللقنة العليا للاغاثة عبد الرغيم فتع المجتمع الدولي والمنظمات الاممية الوصول الى مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء والعمل على مد ساكنها بالمواد الاغاثية والانسانية وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المديرية وعدد من المديريات المجاورة لها وقال وزير الادارة المحلية ان مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء تتعرض لحصار مطبك من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بإغلاق جميع المنافذ والطرق المؤدية الى عدد من القرى في المديرية ومنعت دخول المعونات والمساعدات الاغاثية وفرضت قيودا على حركة المدنيين في المديرية واضاف الوزير فتح ان الميليشيا الانقلابية قامت بالاعتداء على عدد من المواطنين واستخدمت الاسلحة الثقيلة في قصف قرية صرف بالمديرية معتبرا هذه التصرفات تزيد من تعقيد الوضع الانساني في عدد من المديريات في محافظة صنعاء واكد وزير الادارة المحلية رئيس اللينة العليا للاغاثة ان ما تقوم به الميليشيا الانقلابية هو عمل غير اخلاقي ويتنافى مع كل القوانين الانسانية والدولية داعيا المجتمع الدولي الى موارسة الضغوطات على الميليشيا لفك العصار على عدد من المحافظات والمديريات الخاضعة لسيطرتها وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية وإيصال المساعدات الانسانية الى مستحقها اكدت مصادر ميدانية مقتلى خمسة من كبار قيادات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح شمال شرق محافظة صعدة وتمكنت قوات الجيش الوطني من اسر قياد حوثي اخر يدعى همدان محمد الحتري في محور البقع وكان الطيران استهدف تجمعا للميليشيا غرب مبنى الامن السياسي بمدينة صعدة ما ادى الى مقتل قياد حوثي يدعى ابو عبدالله الهادي وعدد من مرافقيه اضافة الى سقط جرحى من الميليشيا كما قتل اثنين من عناصر الميليشيا بقصف استهدف سيارة احد قيادات الميليشيا في منطقة اهل حباجر بمديرية سحار بينما قصرت المقاتلات تعزيزات للميليشيا في منطقة بركان بمديرية رازح افادت مصادر ميدانية في مديرية نهم ان قائد جبهة نهم الجديد المدعو ابو علي الخولاني لقي مصرعه في غارة لمقاتلات التحافل العربي بجبهة نهم شرق العصمة الصنعاء واضافت المصادر ان الخولاني وعدد من مسلح الميليشيا سقطوا اثر الغارة وخلال الايام الماضية تعرضت الميليشيا الانقلابية لخسائر فادحة في الارواح والعتاد على يد قوات الجيش الوطني التي استطاعت تحرير مواقع وقبال استراتيجية في الجبهة وتشهد جبهة نهم معاركة مستمرة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا المخلوع الصالح والحوث الانقلابية من جهة اخرى تمكنت قوات الجيش الوطني خلالها من الوصول الى مشارف مديرية ارحب المطلع على مطار صنعاء الدولي في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء يرابط ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم محافظة صنعاء ويقدمون تضحيات جسيمة وبطولات كبيرة اثبتت عزم الحكومة الشرعية تحرير العاصمة الصنعاء من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تاغم اخبار قناة عدن الفضائية زار ابطال المنطقة السابعة وخرج لنا بالتغرير التالي على وقع الانتصارات المتتالية التي احققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسيرة في جبهة نهم حيث يخوض ابطال المنطقة السابعة ملاحمة بطولية سيخلدها التاريخ كواحدة من المعارك التي انصهرت عليها وعورة هذه التضاريس بعزيمة وهيمم هؤلاء الابطال الميامي اولا اهلا وسهلا بكم بقناة عدن الفضائية القناة الرسمية التي حضرت اليوم الى جبهة نهم للمنطقة العسكرية السابعة لتشاركنا ملاحمنا البطولية التي يقدمها ابطال المنطقة العسكرية السابعة بقيادة اللواء الركن اسماعيل حسن زحزوح كما تشاهدون وسمعتم قبل قليل المدافع وهي تضرب اوكار الانقلابيين وهم يفرون امام رجالنا وسمعتم الطيران ايضا ولاحظتم الخنادق والاماكن التي يتمترس فيها الرجال ويقاتلون منها ويثبتون فيها تبرز قوة هذه الجبهة بعزيمة واصرار قيادة المنطقة السابعة التي تحرص على التواجد في ارض المعركة متقدمة الصفوف الامر الذي انعكس ايجابا على منتسب المنطقة العازمون على دخول العاصمة صنعاء والقضاء على ميليشيا التمرد والانقلاب ان شاء الله مستعدين الى دخول العاصمة في اقرب وقت والمعنويات عالية والافراد موجودون وجميع من تتطلبه المعركة موجودة وان شاء الله سندخل صنعاء وسنحتفل في السبعين باذن عندنا المعنويات عالية وسوف ندحرهم وان شاء الله سوف نحرر الاراضي اليمني وسوف نوصل الى وكرهم تلك هي معنويات المقاتلين الذين يدودون عن عرض وكرامة الوطن ومن اجل استعادة الدولة المنهوبة مهما كانت التضحيات عزائمنا تعانق السماء ولن نعود الى منازلنا حتى تحرير الوطن من براثنا الميليشيا الانقلابية وقوات المخلوع صالح هكذا يقول هؤلاء الابطال الميامين الذين باعوا انفسهم وارواحهم لله ثم للوطن رفيق السامعي لقناة عدن الفضائية من جبهة نهم محافظة صنعاء لقي اكثر من عشرين من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم بينهم قياديين ميدانيين في مواجهات بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين في جبهة بيحان بمحافظة شبوة واكد مصدر ميداني ان ما يسمى بكتائب الموت التابعة للميليشيا الانقلابية حاولت التسلل الى مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبهة طوال السادة ومحيط هجر كحلان وجو آل سنيد وجبهة الخيضر وحيد بن عقيل الا ان قوات الجيش الوطني تصدت لتلك المحاولات وكبدتها خسائر في الارواح والمعدات وقال المصدر ان 24 من ميليشيا الانقلاب لقوا مصرعهم بينهم القياديين ابو عمار وابو الغيث وفرت بقية العناصر تاركة اسلحتها من جهة اعلنة الجيش الوطني والمقاومة عن استشهاد خمسة وجرح عشرة في المواقعات ويذكر ان طيارا التحالف العربي شن غارات دقيقة دمرت معدات عسكرية ومخازن للذخيرة في هجر كحلان وتعزيزات المشاف في بير احمد قالت مصادر عسكرية ان معارك عنيفة تجددت بين قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية من جهة ومسلحي مليشي الحوثي وصالح الانقلابية من جهة اخرى في جبهة حمق شمال محافظة الضالع وذكر المصدر ان المعارك استمرت لساعات بين قوات الجيش الوطني في قطاع ضفار والمليشي المتمركزون بجبل صناع بمديرية بعدان التابعة لمحافظة اب واتات المعارك عقب محاولة المليشيا التقدم في المنطقة وتدور المعارك بشكل متواصل في المناطق الشمالية لمحافظة الضالع حيث يحاول الحوثيون التقدم في تلك المناطق غير ان المقاومة والقوات الحكومية يتصدون لهم تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها شرق مدينة المخى بالتزام مع احتتام المعارك في جبهات الشرقية والغربية بمحافظة تعز وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني خاضت معارك شرسة تمكنت اثرها من السيطرة على منطقة عكي والزغيرية شرق المخى باتجاه معسكر خالد الواقع تحت سيطرة الانقلابيين كما احبطت قوات الجيش محاولة هجومية للمليشيا في محيط سوق الكدحة بجبهة مقبنة غرب تعز في حين تم احباط هجوم او هجوم اخر في محيط شعبة كريمة وجبهة الاربعين شمال شرق المدينة وبدورها شنت مقاتلات التحارف العربي ثلاث قارات جوبوية على تكمعات مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة البارح بمديرية مقبنة وكذا بمحيط معسكر خالد غرب محافظة تعز تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومسلح مليشيا الحوثي وصالح في ميدي بمحافظة حجة وذكر المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان اشتباكات عنيفة تجددت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي وصالح في ميمنة جبهة ميدي واشار المركز الى ان قوات الجيش اطلقت العديد من الضربات بالمدفعية على مواقع الحوثيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الارواح والعتاد دشن محافظ محافظة أبيان ألواء أبو بكر حسين قائد محور أبيان ومعه مهدي الحامد الأمين العام للمجلس المحلي بحضور محمد العبادي نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب والدكتور محمود الميسري عميد كلية التربية زنكبار دشن فقاليات سبوع الطالب الجامع العشرين تحت شعار لننير مستقبل جامعة عدن بمصابيح الأمل والإبداع وخلال الحفل الذي تخلى له العديد من الفقرات من شعر وفن وكلمات معبرة وتكريم أسر شهداء طلاب كلية التربية زنكبار أشار محافظ أبيان على أهمية هذه الفعالية والتي تأتي وأبيان اليوم تستعيد حيويتها ونشاطها وألقها مؤكدا أن عجلة التنمية وسعادة الأمن والاستغرار والسكينة دارت إلى الأمام ولن تتراجع للخلف مهما كلفنا ذلك من تضحيات مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت في إنجاح هذه الفعالية والتي تؤكد أن أبيان اليوم ماضية نحو ركب التقدم والإزدهار من جانبه أشهد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بمستوى الاعداد والتنظيم لأسبوع الطالب الجامعي بكلية التربية زنكبار فيما أكد عميد كلية التربية زنكبار أن فعاليات الأسبوع الجامعي تأتي اليوم وأبيان تنفذ غبار المعاناة والحروب والمآسي والأزمات وأشار أن الأسبوع الطالب الجامعي يتخلى له معارض علمية وصحافية وتشكيلية وفتغرافية ومسابقات رياضية وفكرية إلى جانب معرض للتراث الشعبي عقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهدس غسان الزامك اجتماعا ضم قيادة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وفي الاجتماع ناقش جملة من المشاريع الخدمية لمؤسسة المياه والممولة خارجية للبدء في طرح مناقصات جديدة واستعرض الاجتماع جملة من المشاريع الخدمية الممولة خارجيا من الصندوق العربي الكويتي والاتفاق على ألية تفعيل عمل القرض والبدء بالمناقصات التي قد تمت واستكمال إجراءاتها ووجه وكيل المحافظة باستكمال الإجراءات لاستكمال المشاريع الخاصة بشبكة المياه والصرف الصحي التي توقفت قبل حرب 2015 وأضاف إن هذا الدعم سيشمل الدعم المؤسسي لتأهيل العاملين والكوادر في المؤسسة من خلال دورات تدريبية وعقب الاجتماع زار وكيل المحافظة ومعه مدير خارج مكسر عوض مشبح موقع البرزخ والطلق على الإضرار التي تعرض لها الأنبوب الرئيسي المغدي لمياه الشرب بعد عملية تنفيذ أحد المشاريع وأوجه بسرعة إصلاحه وإنهاء معاناة الناس قام وكيل محافظة عدل لغطاء المشاريع المهندس غسان الزامكي بزيارة تفقدية لمستشفى الجمهورية بمديرية خارج مكسر وفي الزيارة التي رفقه فيها مدير مديرية خارج مكسر عوض مشبح اطلع فيها على مشروع ترميم السور الداخلي للمستشفى في إطار التوجيهات بإعادة تأهيل السور الداخلي وسد الثغرات التي يحويها السور جراء تضرره من الحرب الأخيرة على عدن كما زر الوكيل المستودعات الرئيسية للأدوية وطلع على طبيعة سير العمل والمعوقات التي تواجههم ووجه بإزالة ورفع المخلفات المتراكمة في الساحات الأمامية والخلفية قام وفد اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإقاثة الذي يزور بلادنا حاليا برئاسة الدكتور محمد أحمد الشرهان رئيس اللجنة يرافقه المهندس عدنال الكاف وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية قام بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالعاصمة المؤقتة عدن منها منطقة جولدومور وساعة بيكبين التاريخية حيث أبدأ عجابه بما شاهده من مناظر طبيعية وخلابة تمتاز بها العاصمة عدن كما قام الوفد بزيارة عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بعدن رافقهم في الزيارة قيادات المجلس المحلي والقطاع الصحي في محافظة عدن ولحك وأبيا نتابع ذو اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة برئاسة الدكتور محمد أحمد الشرهان رئيس اللجنة رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي بزيارة عدد من المرافق الصحية استهلت بمركز الطوارئ الإسعافية في مدرية المنصورة حيث كان في استقبالهم مدير عام المديرية محمد عمر البري والدكتور جمال باحشوان مدير المركز وقد طاف الجميع بمكاتب المركز وتعرفوا على الأقصام التي يضمها والسعى الكلية له بعد ذلك قام الوفد بزيارة لمبنى مستشفى الكويت للأطفال الذي تم بنائه في سبعينيات القرن الماضي وتوقف عن العمل نتيجة الأضرار التي لحقت به وتعرفوا على مدى هذه الأضرار والاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهله كما قام الوفد بزيارة إلى مركز الأطراف الصناعية واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن أعمال المركز وتعرفوا على صناعة الأطراف التي يقومون بها والصعوبات التي يتواجههم بعد ذلك قام وفد اللجنة في الجمعية الكويتية ومرافقوهم بزيارة لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية واستمعوا منه إلى أهم الصعوبات كما قام الوفد ومرافقوه بزيارة لمستشفى الصداقة بمدرية الشيخ عطمان وكان في استقبالهم مدير عام المدرية أحمد المحضار والدكتور جمال عبد الحميد مدير عام المستشفى وطافوا بالأقصام التي قامت اللجنة الصحية للإغاثة الكويتية في اليمن بإعادة ترميمها وتجهيزها منها قسم التوليد والعمليات التوليدية ومركز التشخيص الطبي وقسم العلاق الطبيعي وافتتح الوفد قاعات المحاضرات زرنا أمس مستشفى الجمهوري وزرنا اليوم مستشفى الصداقة وحنزور كذلك مستشفى الشعب وزرنا مرافق أخرى مثل أطراف الصناعية ومستشفى الطب النفسي ومرافق أخرى مثل إدارة الرعاية الأولية والمكان المخصص لأمراض الحروق وغيرها أنا كنت أقول للجماعة قبل شوي أنه هو يعني اليوم تعلمنا نوع جديد من الإدارة وهو الإدارة بما هو متاح يعني الجماعة عندهم نقص شديد في الموارد نقص شديد في الأمواد العينية نقص شديد في الرواتب ما في شيء ومع ذلك الجماعة قاعدين يشتغلون قاعدين يبتكرون أمور قاعدين يدبرون حلول لإقامة وحن الحمد لله وهي الآخرين من إخواننا في مجلس تعاون وغيرهم قاعدين نبذل ما نستطيع كذلك لمحاولة يعني سد الحاجات الموجودة والحمد لله الأمور من حسن إلى أحسن وكلها بإذن الله قاعد يصب في مصلحة المواطن اليمني أتقدم بالشكر اللقنة الصحية للغاية الكويتية على المجهود القبار والمتميز الذي قدمته خلال الفترة الماضية لإعادة تأهيل مستشفى الصداقة من خلال تأهيل بعض الأقسام أهمها أقسام طوارئ التوليدية غرف العمليات بناء قاعدة محاضرات تجهيز ترميم وتجهيز مركز العلاق الطبيعي والآن يواصل العمل لإنجاز لإنجاز المركز الأمراض الباطنية وشملت أيضا زيارة الوافد كل من مستوصف الحصيني ومستشفى مكة لطب العيون في مديرية المنصورة تم بمحافظة مائرب تدشين مشروع توزيع سلة الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدرية صرواح ومدغل بمحافظة مائرب نتابع بدعم من مركز الملك سلمان يغثب الأعمال الإنسانية تشين وكيل محافظة مارب عبدالله أحمد البكري توزيع السلال الغذائية للمواطنين الذين يعانون في مناطق النزاع في مدرية صرواح ومتغلة الفين سلالة قذائية تشرف على توزيعها شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية وتنفذها على مسؤول ميدان جمعية البرو التكافل الاجتماعي الخيرية وهذه الفعالية تتنفذ من قبل مؤسسة النماء وإشراف مؤسسة النماء وتنفيذ جمعية البر والتكافل الاجتماعي الخيرية نشكر الأخوة القائمين على هذه المنظمات هذه الجمعيات والمؤسسة تأتي هذه المساعدات الإنسانية متزامنة مع الذكرى الثانية لعاصفة الحزمة يرافق ذلك حملة إعارة الأمل لدعم الشعب اليمني بالمعونات والمساعدات الإنسانية نحن اليوم في هذا التدشين لألفين سلة غذائية يستفيد منها أربعة عشر ألف تقريبا من أفراد المجاورين في الجبهات في جبهتي المخدرة وصروح هذه المناطق المتأثرة والتي يعني أصابها العوز والحاجة والدمار من جراء اعتداء المعتدين الظالمين من الحوثيين وأعوانهم مساعدة إنسانية تلامس هموم الناس هنا في محافظة مارب في ظل هذه الظروف الإنسانية التي يمر بها الوطن ومركز الملك سلمان بصماته على الواقع الميدانية في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية ولن تأتي في إطار دعم الشعب اليمني في هذه الظروف الإستثنائية بسم الله الرحمن الرحيم ندشن اليوم الحملة الغاثية حملة الغاثة العاجلة الاستجابة العاجلة المواملة من مركز الملك سلمان وإشراف من شبكة النماء المنظمات الأهلية وتنفير جمعية البرتكامة الاجتماعية الخيرية والمقدمة لمناطق المجاورة للجبهات في مديرية سرواح ومديرية مدغل والتي تتكون من السلال الغذائية بعدد 2000 سلة غذائية لعدد 2000 بسرة تتواصل المسيرة الخير والعطاء لمركز الملك سلمان من خلال توزيع المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني ضمن حملة إعادة الأمل لغاناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مارب نفذت هيئة لغاثة الإسلامية التركية بمنطقة الحميضة بمديرية مجزر بمحافظة مارب مشروع الإغاثة الإنسانية لأبناء المنطقة بالتعاون مع سلطة المحلية إلى التفاصيل إنسانية كريمة من قبل الشعبي التركي الصديق نفذت المنظمة الإسلامية العالمية للإغاثة وحقوق الإنسان التركية اليوم بمنطقة العميضة مديرية مجزر مشروع توزيع السلة الغذائية للفئات أشد فقراً في المنطقة وكذا مواساة الأيتام والأرامل بالمبالغ المالية التي ستخفف من معاناتهم الاقتصادية نحن كهيئة الإغاثة الإنسانية الآن في يمن في محافظة مارب جئنا إلى اليمن قبل عشرة أيام تقريباً وكان هدفنا أن نوزع هنا تقريباً خمسة ألاف سلة غذائية وحقيبة الصحة وحلب الأطفال في عشر مناطق المختلفة تأتي هذه اللفتة الحالية لأبناء المنطقة من قبل هيئة الإغاثة التركية وبالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة نظراً لما يعانيه أبناء عزلة الحميضة في محافظة مأرب من تردي في الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد أن عاثت الميليشيا الإنقلابية فساداً وألحقت الخراب والدمار في هذه المنطقة وبنيته التحتية هذه المنطقة التي من مديرة مجزر صمت في أثناء ما كانت الميليشيات الإنقلابية وسيطرة سيطرة كاملة على مديرة مجزر اليوم نأتي لنتفقد أحوال المواطنين في هذه المديرية نحن فضل الله عز وجل وتعاون السلطة المحلية في المديرية تم يعادة التيار الكهربائي ومشروع المياه وأيضاً الجانب الصحي والجانب التربوي في طريقة ترتسم ملامح السعادة والفرح على وجوه هؤلاء الفئة من أبناء محافظة مأرب المعبرون بالشكر والتقدير وخالص المحبة والإمتنان لكل من سعى في تخطيف معاناتهم الإنسانية رفيق السامعي لقناة عدن الفضائية من منطقة الحميضة بمدير مجزر محافظة مأرب افتتح مدير مديرية المنصورة محمد عمر البري بمجمع ثانوية خديجة بمديرية المنصورة البرنامج التربوي الذي نظمه فريق التوجيه التربوي بمديرية المنصورة بإشراف مكتب التربية بالعاصمة المؤقتة عدن وفي الافتتاح أشاد مدير عامل المنصورة بالجهود التي يبدلها مكتب التربية في إطار تبادل الخبرات والمعلومات التي قدمت من خلال محاور ودراسات علمية بهدف تقييم الأداء واكتساب التجارب وخبرات الآخرين البرنامج الذي استهدف عشر مدارس في المديرية ناقشت أربع محاور من خلال برنامج التربوي تبادل فيها المشاركون الآراء والمعلومات لوضع الحلول والمعالجات التي قد تعرقل العملية التربوية اختتم بالعاصمة المؤقتة عدن الدورة التدريبية الثانية الخاصة برفع قدرات ومهارات الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمديريات محافظة عدن والتي نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بالتعاون مع منظمة اليونسيف للطفولة استمرت 12 جوما إلى التفاصيل اختتم الدورة التدريبية الخاصة برفع قدرات ومهارات ومهارات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمديريات محافظة عدن الدورة التي نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن بالتعاون مع منظمة اليونسيف هي الثانية بمشاركة 25 متدرب ومتدربة استمرت 12 يوم في هذا الصباح وفي قاعة العلوم الإدارية ونحن نختتم الدورة التدريبية التي استمرت على مدى 12 يوم للأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيات في محافظة عدن بالدات العاملين في مجال الحماية للطفل بهذه المناسبة باسم السلطة المحلية في محافظة عدن نوقف كل الشكر والتقدير لمنظمات اليونسيف وبالذات قطع الحماية الاجتماعية الذي يقوم بدعم مثل هذه الدورات التخصصية هذه الدورة التي تأتي ضمن برامج وأنشطة حماية الأطفال المستضعفين لمكتب الخدمة الاجتماعية تم فيها التدريب على كيفية العمل المجتمعي من خلال منظومة متكاملة تستهدف الأطفال المستضعفين في ظل ما تشهد عدن من استقرار مرحوظ اليوم وصلنا إلى نهاية دورتنا التدريبية الخاصة بالأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين والتي نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن وبدعم وتمويل من منظمة الطفولة اليونسيف عدن واليوم وصلنا إلى اليوم الختامي للدورة والذي استمرت على مدى 12 يوم على التوالي ونهدف فيها إلى رفع قدرات ومهارات الأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين العاملين معنا في جميع مديريات محافظة عدن سعت بهذه الدورة والتي استفت منها الكثير بمدى تعامل الأخصائيين في نزول الميداني وكان هناك الكثير من المادة المقدمة للمشاركين دخلنا الدورة التدريبية هذه المدى 12 يوم اكتسبت منها مهارات وقدرات كثير منها التعرف على الشخصيات الاجتماعية المختلفة من جميع الشرائح المجتمعية نحن نبادر كأخصائيين اجتماعيين إن شاء الله أن نكون في هذا اليوم أو في أيام أخرى والأيام اللاحقة إن شاء الله أن نكون قد قللنا العنف من الأطفال 12 يوم من التدريب والتأهيل هي ثمر التعاون مشترك بين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونسف يهدف القائمون عليها حماية الأطفال المستضعفين والطفولة تم فيها تكريم المشاركين والمشاركات بهذه الدورة وسط أجواء متميزة انتهت بحفل مسغر شارك فيها الجميع لينطلقوا إلى مرحلة التطبيق العملي في عمو مديريات العاصمة المواقعة عدن لقناة عدن الفضائية والضاح الشليل عدن نظمت جمعية أطفال عدن لتوحد بالتعاون مع إدارة التربية الشاملة بمكتب التربية عدن ورشة عمل خاصة تهدف إلى تغيير السلوك والمفاهيم التي تطلق تجاه الأشخاص من دوي الإعاقة وخلال تدشين الورشة التي أقيمت تحت شعار إعلام صديق للأشخاص دوي الإعاقة والدمج بمشاركة 22 مشارك ومشاركة من مراسل وسائل الإعلام والجمعيات المختصة بدوي الإعاقة بعدا أوضحت رئيسة جمعية أطفال عدن للتوحد الدكتور عبيرا اليوسفي أن الحدف من إقامة الورشة خلق إعلام صديق لدوي الإعاقات الخاصة ودمجهم في المجتمع من خلال تصحيح بعض المفاهيم والمصطرحات التي يطلقها بعض وسائل الإعلام والمجتمع تجاه دوي الإعاقة من جانبه قال عميد كلية اللغات جامعة عدن البروفيسور جمال الجعدني إن مشاركتنا في دعم الورشة هدفه الأساسي تحسين الصورة الحقوقية لدوي الإعاقات من وسائل الإعلام والتأكيد أن حقوقهم ليست قضية إنسانية من الدرجة الأولى بل النظر إليها أنها قضية حقوقية وتنوعة واختلاف بشري طبيعي تهت النشر التذكير بالعناوين رئيس الجمهورية يهني أدونالد تاسك بمناسبة عادة انتخابه رئيساً للمجلس الأوروبي مقتل عدد من كبار قيادات الميليشيا وأثر آخر في جبهة البقع شمال شرق محافظة صعدة مصرع عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادات في جبهة بيحان بمحافظة شبوة كان هذا كل شيء في نشرتنا لهذه الليلة مشاهدنا الكرام حتى الملتقى في نشرات قادمة هدمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة